انطلقت بحاضرة ولاية الجزيرة وادمدني ورشة مشروع استخدام بيانات الأقمار الصناعي المجانية لدراسة الانتاجية المائية للمشاريع المروية التي نظمها مركز البحوث الهايدرولوكية الغرض الأساسي من المشروع اللي هو الجزية الأولى تنمية القدرات في مجال استخدام صور الأقمار الصناعية في تشخيص ومعرفة أسباب تدني الانتاجية ومشروع الجزيرة نعمل على تدريب مجموعة من الباحثين على استخدام التقنيات مفتوحة المصدر أو المجانية واستخدام هذه البيانات من الأقمار الصناعية في معرفة الأسباب التي تؤدي إلى تدني الانتاجية ومن ثم معرفة الحلول اللازمة لتفراد هذه المشاكل وجاءت انطلاقة الورشة بمشاركة منظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة بالسودان منظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة تعمل على دعمه مشروع الجزيرة لأنه مشروع مهم جدا للسودان ويعمل في مجالات انتاج الغذاء وخلق فرص عمل للشباب ونحن سنعمل بخبراتنا لتحليل سامل لماضي وحاضر ومستقبل مشروع الجزيرة ونساعد في الدفع بالمشروع إلى الأمام بتصميم برنامج لبناء الغدرات لصغار المزارعين لإدارة حقولهم وخاطب الورشة وزير الريو الموارد المائية بروفيسور ياسر عباس مؤكدا حرص وزارته على تطوير الزراعة بمشروع الجزيرة وتوفير الامداد المائي اللازم للعروتين الصيفية والشتوية نقول بنفس الطريقة استعدادنا للموسم الشتوي الغادم أفضل من استعدادنا للموسم الشتوي السابق لذلك بنتوقع أنه أداء وزارة الريو خلال الموسم الشتوي الغادم يكون أفضل من السابق وكما نعلم انتاج الغمحة في الموسم السابق كان انتاج كبير وانتاج غير مسبوك كمكون ريو يمكن ريو 800 ألف فدان قمح إذا أخذنا نفس المساحة للموسم السابق أيضا حوالي 100 ألف فدان كبكبير وعدسية وحكذا وحوالي 50 ألف فدان جنائي تكامل أدوار بين وزارة الريو والموارد المائية ومنظمة الزراعة والأغذية العالمية عبر هذه الورشة يبشر بتزليل كافة المعاوقات المائية للمشاريع المروية بالسودان وعلى رأسها مشروع الجزيرة حبد الباقي هارون حسان تلفزيون السودان ولاية الجزيرة واد مدني